السلام عليكم اهلا بكم محبي مسلسل بين ليلة وضحاها الحلقة خمسة تبدأ احداث الحلقة ملخصة ليلة بتصور فيديو لخالد بتقول ان ما راح تنسى وان بتحبه كتير بس بده منك ما تنساني بيقعد خالد بيصير يفكر بليلة وبيوم عرص تصحى ليلة من النوم بتلاقي خالد عم يطلع عليها وبتقول له انا عم بيقول له انا عم دور على ليلة اللي ضاعت مني بيشوفيها الفيديو اللي مسجلته وبيقول له شو هاد ليلة بتطلب من خالد الطلاق بس خالد بيقول انا مانع بفهم اللي بتطلبي مني كيف قلبك طاوع ايك تعمل ايهيك ليلة بتحكي لعبير وام خالد انها بده تجوز خالد وتطمن عليه وبده بنته تعيش عايشي قبل ما تموت ام خالد بتسأل ليلة في وحدي بدي كتزوجيها لخالد وتقول له ليلة ايه بس بدي شوية وقت تفكر ليلة بتطلب من ام خالد انه ما تخبر امها باللي صار وهي بتخبره بالوقت المناسب ليلة بتحكي مع امها وبتقول لها انا طلبت الطلاقة بتنصدم ام عبد الله وبتقول لها انا بدي مستقبل خالد وبنتي ليلة بتقول لامها انا بدي ضوحة تزوج من خالد وتطلب منها ما تقول لها ضوحة ايه شي بس ضوحة بتسمع كل الحديث ام خالد بتروح تدور على عروس وبدع تزوج وحد تدور على وحدي على كيفة عبير بتسأل ليلة اذا كلمت امها عبد الله بيتصل على ليلة مشان يزورها وبتنبسط عبير انه عبد الله راح يجي لعندهم عبد الله بيوصل على بيت ليلة وبيجيب رواي يهديه وبيجيب هديه لابن عبير وبيشوفه عبير لعبد الله وبتفرح كتير خالد بالمكتب وطول الوقت بيفكر بليلة ام خالد بتسأل على خالد اذا اجه بيوصل خالد على البيت وبيطمن عليه ام عبد الله بتسأل عبد الله بشو تكلمت انتي وليلة وبيقول لها خالد ما تكلمنا بشي في شي بتقول له لا ما في شي ام خالد بتقول لابنها خالد اطلع من الحياة اللي انتي فيها ولازم تفكر بمستقبلك ضحة بتحضر معمول لليلة وبتطلب من عبد الله يوديها لعند ليلة وبيستغرب عبد الله من ضحة انها كيف صارت حنوني على اختها الى هنا وصلنا الى نهاية الفيديو اذا اعجبك الفيديو اشترك معنا في القناة وفعل زر الجرس لكي يصلك كل جديد